نذهب إلى سؤال رقم ثلاثة ففي سؤال رقم ثلاثة طلب منا معادلة التنشيط والتخمين لمتمن أشغل ثلاثة مع المخارج يجب أن نركز جيدا على متمن أشغل ثلاثة نبدأ في مرحلة ثلاثون نلاحظ أن مرحلة ثلاثون تنشطها المرحلة السابقة والتي هي إكس خمسة وثلاثون مع شرط إكس ثلاثة بار دائما في التنشيط كل مرحلة قبلية يجب أن ترفق بشروط الانتقال إذن إكس ثلاثون تنشطها مرحلة إكس خمسة وثلاثون وإكس ثلاثة بار أو في حالة وجود خلال نعلم في حالة وجود خلال متمن الأمن ينشط مرحلة ابتدائية لكل أشغلات ويخمل باقي المرحل لذلك فإن معادة التنشيط هي إكس خمسة وثلاثون في إكس ثلاثة بار زايد إكس ميتين لماذا قلت زايد إكس ميتين ولم أقل في إكس ميتين لأن الخلال يحدث في أي لحظة أما التخميل فالمرحلة ثلاثون تخملها المرحلة البعدية بدون شرط الانتقال إذن مرحلة البعدية هي إكس واحد وثلاثون الأفعال في إكس ثلاثون لا توجد أفعال نذهب إلى مرحلة واحد وثلاثون مرحلة واحد وثلاثون تنشطها مرحلة قبلية مرفقة بالشروط والتي هي إكس ثلاثون في إكس ثلاثة في إكس مية وربعة في أس كما تلاحظون اللون الأحمر يعني المرحلة واللون الأسود يعني شروط الانتقال أما من ناحية التخميل فتخملها المرحلة البعدية والتي هي إكس ثلاثون أو إكس ميتين لأن إكس ميتين ينشط مرحلة ابتدائية ويخمل باقي المرحل الأفعال يوجد فعل واحد وهو خروج رافعة سي زايد المرحلة ثلاثون يتنشطها المرحلة السابقة إكس وعد ثلاثين في شرط الانتقال سي واحد وتخملها المرحلة البعدية إكس ثلاثة وثلاثون زايد إكس ميتين والأفعال يوجد فعلين فعل أول في زايد والفعل الثاني مؤجلة تي واحد أما مرحلة إكس ثلاثة وثلاثون تنشطها المرحلة السابقة إكس ثلاثين مرفقة بالشرط انتقال تي واحد وتخملها المرحلة البعدية والتي هي إكس ثلاثة أو في حالة وجود خلال إكس دوسو أما الأفعال يوجد فعل واحد وهو دخول ساقة رافعة سي المرحلة أربعة وثلاثون تنشطها المرحلة إكس ثلاثة وثلاثون في سي صفر وتخملها المرحلة البعدية إكس خمسة وثلاثين أو إكس ميتين ويوجد فعل فحيد وهو الملامس كأم ثلاثة أما آخر مرحلة فتنشطها المرحلة السابقة إكس أربعة وثلاثين مرفقة بالشرط الملتقط اس أف وتخملها المرحلة البعدية والتي هي إكس ثلاثون مرفقة بإكس ميتين أما الأفعال في إكس خمسة وثلاثين لا توجد أفعال ترجمة نانسي قنقر